اهلا بكل مشتركين ومتابعين قناة عربيت النهاردة هنتعرف على اسباب تفتفة السيارة عند التصارق واول سبب هيكون معنا هو مشكلة في نظام الاشعال لان الاحتراك الداخلي يحتاج شرارة لتوزعها على كل استوانات المحرك في الوقت المناسب وعندما يختل نظام الاشعال ينتج عن ذلك تفتفة للسيارة خاصة عند السرعة المنخفض وغالبا يمكن اصلاح هذه المشكلة باستبدال البواجي او الاسلاك او الكويلات وثاني سبب هو انسداد بخخات السيارة فبمرور الوقت تبدأ بخخات السيارة في الانسداد الجزئي او الكلي بسبب رواسب الكربون وهذا يتسبب في ضخ كميات غير متساوية من الوقود الى استوانات المحرك وعندما يحدث ذلك سوف تشعر بتفتفة السيارة وذلك بسبب عدم التدفق المستمر للوقود الى غرفة الاحتراق ويجب تنظيف بخخات السيارة المسدودة او استبدالها في الحالات السيئة جدا وغالبا يتم استخدام منظفات خاصة لتنظيف بخخات السيارة واصلاح المشكلة كما انه من الممكن ان يتسبب منظم وحساس ضغط الوقود في نفس المشكلة وثالث سبب هو تقييد كمية الهواء او خلل بحساس الهواء فمن المعروف ان الاحتراق داخل المحرك يعتمد على دخول الهواء النقر حيث يمكن ان يؤدي تقييد وصول الهواء الكافي الى تفتفت السيارة فعندما يكون فلتر الهواء متسخا او مسدودا لتصل كمية كافية من الهواء الى غرفة الاحتراق وبالتالي سيؤدي هذا الامر الى انخفاض عدد دورات المحرك وسيتواجه سيارتك بعض الاهتزازات وفي بعض الحالات سوف تنخفض عدد دورات المحرك عند مستوى منخفض حيث تتوقف السيارة وايضا عندما يحدث تسريب الهواء من احدى خراطيم الشف يتسبب في تفتفت السيارة وقد يتسبب التشاقق او التنزق في الخراطيم الى الاهتزاز نفسه ولكن بدرجة اقل لذلك تحقق من جميع وصالات الخراطيم للتأكد من انها مسبتة باحكاء وايضا يمكن ان يتسبب تلف حساس الهواء اللي هو MAF او MAB الى حدوث مشاكل مشابه وقد يتعذر على واحدة التحكم الالكترونية الحصول على البيانات الصحيح فيتم ترجمتها بشكل خاطئ مسببة احتراقا غير مثالي داخل المحرك ورابع سبب هو انسداد دب التلوث او علبة البيئة عيث تعمل دب التلوث او علبة البيئة على التحكم في المعثات العادة وذلك بتقليل الغازات والملوسات السمى عند انسدادها يتم تقييد انبعاثات العادة وذلك يجعل من الصعب على المحرك العمل بأعلى ادات وفي كثير من الحالات سيؤدي ذلك الى تفتفت السيارة عند التصارب وخامس سبب هو خلل بنظام الوقوع فعندما تقود سيارتك بشكل طبيعي تستطيع زيادة سرعتك بمجرد الضغط على دواست البنزين ولكن اذا كانت ترمبة البنزين لا يمكنها توليد تدفق مستمر للبنزين عند ضغط مثالي فمن المؤكد ان محرك السيارة لن يستجي وستبدأ بالشعور بتفتفت السيارة وفي بعض الحالات قد ينتهي الامر بتوقف السيارة عن العمل بيحدث هذا الامر بسبب ضعف ترمبة البنزين او بسبب انسداد صفاية البنزين وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعك فلو شايف ان الفيديو مفيد ما تنساش تعمله لايك وتشاير الفيديو مع كل صحابك وتشترك في قناة عربيتي علشان يوصلك كل جديد علشان يوصلك كل جديد